تعتبر مجموعة البنك الدولي واحدة من أكبر المصادر العالمية لتمويل البلدان النامية حيث تنفذ تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان على تقوية تصديها لجائحة كورونا كما تعمل مجموعة البنك الدولي حاليا على زيادة قدرة البلدان على مراقبة الأمراض وتحسين تدخلات الصحة العامة ومساعدة مؤسسات القطاع الخاصة على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها وفي هذا الإطار وافق البنك الدولي مؤخرا على إعادة تخصيص أكثر من 33 مليون دولار أمريكي للعراق ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه لمساندة جهود وزارة الصحة في الوقاية من الوباء وشهد العراق خلال الساعات الأخيرة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ما دفع الجهات المسؤولة إلى إصدار تحذيرات من كارثة صحية محتملة في ظل عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وحضر التجوال نحن سيد كريم لم نتعدى مرحلة الخطر ونحتاج جدية في متابعة هذا الموضوع وإن شاء الله بجهود الجميع وطبعا دوركم أنتم مساء الإعلام أنتم سلاحنا الفعال بهذا الموضوع أن نتوصلون رسالة التوعية والتثقيف حول خطورة هذا الفيروس ولعل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حاليا هي جائحة كورونا التي تتطلب نظاما صحيا رصينا وسط ما يعانيه العراق من أزمة اقتصادية سيما بعد الهبوط الحاد بأسعار النفط